وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه بعد أن ذكر المحارم من النساء التي يحرم نكاحهن بسبب علاقة النسب أتبع ذلك بيان المحارم من قبل الرضاع فقال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ذكر سبحانه وتعالى هنا صنفين من أصناف النساء يحرمنا من قبل الرضاع كما يحرمنا من قبل النسب وهن الأمهات والأخوات وجاءت الأحاليث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لتبين أن هذه الحرمة لا تنحصر في هذين الصنفين من النساء بل تتعدى هما إلى بقية الأصناف التي تحرم من قبل النسب فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وجاء أيضا عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت عمه حمزة بن عبد المطلب فاعتذر عن ذلك بأنها لا تحل له لأن ثويبة الأسلامية أرضعته وأباها وبين أن الرضاعة تحرم ما يحرم من قبل الرحيم كذلك جاء في حديث الشيخين عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل لك في أختي قال لها ماذا قالت تنكحها قال وتحبين ذلك قالت لست بمخلية وأحب من شاركني في الخير إلي أختي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحد لي فقالت أولسنا نسمع أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال لو لم تكن ربيبتي في حجري لمحلت لي إنها ابنة أخي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن وجاء ما يدل أيضا على أن حرمة الرضاء تنتشر حتى في العلاقة مع زوج المرأة المرضية لا تنحصر في قرابة المرأة المرضعة المحرمة بل تتجاوز ذلك إلى القرابة مع زوجها فقد أخرج الإمام الربيع في صحيحه والشيخان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن أفلح أخ أبو القعيس هو عمي من الرضاع استأذن علي فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال أذني له فإنما الرضاع مثل النسم وجاء في رواية الشيخين من طريقها أنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقالت له يا رسول الله أرضأت لي المرأة ولم يرضأني الرجل فقال لها إنه أمك فليلج عليك وجاء في رواية المسلم أيضاً عنها أن أفلح آخا أبو القعيس أن ما استأذن عليها وأبت أن تأذن له قال أذنيني فإنني أمك قالت له من أين صرت عمي قال لها أرضعتك امرأة أخي فقالت أرضعتني امرأة أبو القعيس ولم يرضأني أبو القعيس وفي بعض روايات مسلم أيضاً وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة فتبين من خلال هذه الروايات وغيرها من الروايات الأخرى أن حرمة الرضاع تنتشر ولا تنحصر في الأمهات والأخوات فقط ولكن هل ذكر الأمهات والأخوات فيه تنبيه على ما لم يذكره القرآن وعلى ما جاءت السنة ببيانه حتى يكون ما في السنة إنما هو بيان لمديول القرآن المجمل أو أن ما في السنة يؤد زيادة على التأصيل الذي جاء في القرآن الكريم على أن السنة قد ترد ابتداءاً بتحريم شيء وقد ترد أيضاً بإضافة شيء إلى ما في القرآن لم يذكر فيه فإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الله وليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يتردد أن يتردد في قبول ما جاء عنه صلوات الله والسلام عليه كما أنه لا مجال لأحد منهما أن يتردد في قبول ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالاً مبيناً نعم هذه الأحاديث جاءت لتبين أن هذه الحرمة لا تنحصر فيما ذكر في القرآن الكريم فحسب وعلماء الأمة منذ الرعيل الأول وإلى وقتنا هذا لم يكن بينهم خلاف في أن العلاقات المحرمة من قبل الأم الوالدة هي أيضاً محرمة من قبل الأم المرضعة ومعنى ذلك إن رضع طفل من امرأة فإن تلك المرأة تحرم عليه وتحرم عليه أيضاً أمها لأنها جدته وتحرم عليه أيضاً بناتها لأنهن أخواته سواء من راضعنه في وقت رضاعه من أمهن أو من كان رضاعهن سابقاً على ذلك أو كان لاحقاً بعد ذلك ولو كانت هناك مدة من الزمن وهو خلاف ما اشتهر عند عوام الناس من أن حرمة الرضاع لا تكون إلا عند ما تكون المراضعة في نفس الوقت فإن هذا خطأ كبير خطأ مخالف للنصوص ومخالف للإجماع فلا يجوز لأحد أن يتزوج أخته من الرضاع سواء رضع من أمها أو رضعت من أمه وسواء كان رضاعهما في وقت واحد أو كان في أوقات متباينة ولو كان بين رضاعه ورضاعها عشرات السنين فإنها أخته من الرضاع أمه فهن حرام عليه وأخواتها جميعاً هن خالاته فهن حرام عليه هذا مما لم يختلف فيه وإنما وقع الخلاف فيما إذا كانت هذه العلاقة من قبل زوج المرأة فجمهور الأمة على أن العلاقة التي تكون مع زوج المرأة إن كانت محرمة من قبل الأب الوالد فهي أيضاً محرمة من قبل الأب من الرضاع الذي هو زوج المرأة لأن اللبن للفحل كما قال هذه المسألة معروفة أن الفقهاء بمسألة لبن الفحل ومعنى هذا أن ذلك الزوج يكون أباً للطفل الراضع فإن كان هذا الراضع ذكر فإنه يحرم عليه أن يتزوج بأم الزوج لأنهى جدته من الرضاع ويحرم عليه أن يتزوج بأخوات الزوج لأنهن عماته من الرضاع ويحرم عليه أن يتزوج ببنات الزوج ولو من غير تلك المرأة المطاعة لأنهن جميعاً أخواته من الرضاع ويحرم عليه أن يتزوج ببنات أبناء الزوج لأنهن بنات إخوته من الرضاع ولو كان أولئك الأبناء من غير تلك المرأة المرضعة وكذلك يحرم عليه أن يتزوج ببنات الزوج ولو من غير تلك المرأة المرضعة لأنهن بنات أخواته من الرضاع وكذلك بالنسبة إلى عمات الزوج هن عمات أبيه وإلى خالات الزوج هن خالات أبيه فهؤلاء يميعاً يحرموا كما يحرم ذلك من قبل أبيه الذي ولده وإن كانت المرأة أرضأت طفلة فإن تلك الطفلة تكون ابنة لذلك الزوج فهي حرام عليه لأنه أبوها من الرضاع وكذلك يحرم على أبيه لأنها حفيدته من الرضاع وعلى إخوته لأنها بنت أخيه من الرضاع وعلى أبنائه ولو من غير تلك المرأة المرضعة لأنهم أيضاً أبناء إخوته لأنها في هذه الحالة عمتهم من الرضاع وكذلك بالنسبة إلى أبناء بناته لأنهن جميعاً بنات أختهم من الرضاع فهي خالتهم فلا تحل لهم هذا معنى الحديث إنما الرضاع مثل النسب في رواية أيضاً أخرجها الإمام الربيع والشيخان من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتي استمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا صوت رجل يستأذن في بيتك فقال أراه فلاناً لأم حفصة من الرضاع فقلت يا رسول الله لو كان عمي فلان حياً لدخل عليه قال نعم إن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالحرمة من الرضاع شاملة لهذه الجوانب المتعددة جميعاً كما أن حرمة النسب شاملة لهذه الجوانب جميعاً هذا هو قول جمهور الأمة كما ذكرنا هو قول أكثر الصحابة والتابعين وأكثر فقهاء الأمصار وهو الذي أطبق عليه العمل بعد ذلك جيلاً بعد جيل حتى أن ابن العربي في تحفة الأحوذي ذكر الإجماع عليه قال استقر الإجماع على ذلك وكذلك ابن تيمية حكى الاتفاق عليه وفي موضع آخر حكى عليه اتفاق الجمهور فهذا القول هو الذي أطبق عليه أطبقت عليه الأمة بعد أن كان هناك خلاف في صدر هذه الأمة فقد رويت روايات عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا قد رخصوا في لبن الفحل ولم يروه شيئاً روي ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير كما روي ذلك عن بعض التابعين ومنهم سعيد بن المسيّم وابن رحمان بن أبي سلمة وروي عن بعض الفقهاء الذين جاءوا من بعدهم ومنهم داود الظاهري وربيعة وابن بنت الشافعي روي عنهم ذلك لكن كما قلت طويت صفحة الخلاف فيما بعد هذا وصار الناس متفقين على أن حرمة الرضاء كحرمة النسب ولو كانت هذه العلاقة هي من قبل زوج المرأة المرضعة وإنما وجدنا فقيهين قرطبيين كان عندهما شيء من النظر من غير أن يجزم بمخالفة ما عليه الجمهور كان عندهما شيء من النظر في هذا أحدهما القرطبي المفسر فإن القرطبي المفسر يفهم من كلامه أنه يميل إلى عدم التحريم من غير أن يتجاسر بالتصريح بذلك فقد ذكر بأن قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء استدل به من قال بعدم الحرمة بلبن الفحل وذلك لأن القضية قضية رضاء ولا علاقة للفحل بالرضاء وذكر وجهة نظر الآخرين بأنه سبب في وجود اللبن إذ وطعه كان سبباً لوجود اللبن وتعقب ذلك بأن هذا أمر فيه نظر ذلك لأن اللبن إنما حصل بعد ولادة المولود خلقه الله تبارك وتعالى بعد ولادة المولود ولما كان مخلوقاً بعد أن ولد المولود فهو وجد ذلك تكون ذلك الطفل من مائه ولم يتكون اللبن من مائه فلا فلا تحمل قضية اللبن على قضية الحمل لأجل الفرق ما بين الأمرين ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وقال بعده وهو حديث واحد ثم أتبع ذلك بأنه يحتمل أن يكون أفلح أخو أبي القعيس أخاً لأبي بكر رضي الله عنه من الرضاعة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إنه أمك فليليج عليك قال بأنه من المحتمل أن يكون أخاً لأبي بكر من الرضاعة وقال وبالجملة فإن الأمر مشكل ثم أتبع ذلك بأن الاحتياط في التحريم وهو الذي جرى عليه العمل مع أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ما أحل لكم ما وراء ذلك بأن هذا مما يقوي قول المخالف في هذه المسألة ونحن إذا نظرنا إلى ما ذكركم من كون الحنيث حنيثاً واحدة نرى أولاً أن الحنيثة ليس وحدة هو الذي جاء دالاً على الزيادة على منص عليه القرآن الكريم فإن الأحاديثة الأخرى أيضاً جاءت ناصة على ما لم ينص عليه القرآن بل على ما لم يتضمن إجمال قرآني جاءت ناصة على الزيادة فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وقول فلا تعرف وقول لو لم تكن رذيبة في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلم ثويب إلى آخر ذلك كله مما يدل على أن الحكم لا ينحصر فيما نص عليه القرآن الكريم وما ذكره من الاحتمال احتمال بعيد أي أن أكون أبو بكر أخاً لأفلح أخي بالقعيس من الرضاع هذا احتمال بعيد ذلك لأنه لم يشر إليه قط في الروايات ولو كان ذلك مناط الحكم لجاءت الروايات دالة عليه وإنما دلت الروايات على أن العلاقة بين أفلح أخي أبي القعيس وبين عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرضعتها مرأة أبي القعيس ولذلك عندما قال لها ذنيني فإنني عمك قالت له من أين صرت عمي قال أرضعتك امرأة أخي فقالت أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني أبو القعيس فلو كان أخاً لأبي بكر من الرضاع لقال لها إنني عمك لأن أباك أخي من الرضاع ولكن لم يشر إلى ذلك قط فتبين استبعاد هذا الاحتمال الذي ذكره القرطبي ومما يدل على ذلك ما جاء في رواية المسلم أيضاً أن أبي القعيس كان زوج المرأة التي أرضعت عائشة هذا كله مما يدل على أن مناط هذا الحكم هو أن عائشة أرضعتها امرأة أبي القعيس وهو أخ لأفلح الذي استأذن عليها فلذلك كان عماً لها من الرضاع وليس هناك موجب آخر فلماذا يصار إلى الاحتمالات التي لم يشر إليها قط في الروايات أما الآية الكريمة فإنها حل لكم ما وراء ذلك الآية الكريمة إنما هي عامة والعام يخصص بالمخصصات ولو كانت ضنية المتن لأن العام هو ضني الدلالة ولو كان قطئي المتن فلذلك إن ورد الخصوص على الأموم قدم الخصوص ولو كان هذا الخصوص ضني المتن والتخصيص بالأحاديث الأحادية أمر معهود أما ما ذكره من استبعال أن يكون وطء الرجل سبباً للبن فهو مردود بأن اللبن إنما يدر بعد الولادة والولادة إنما هي بسبب الوطن فلما كانت الولادة بسبب الوطن ويترتب وجود اللبن على الولادة فالرجل قد كان سبباً في هذا اللبن فمن هنا يتبين أن ما جرى عليه جمهور السلف وأطبق عليه الخلف هو القول الذي لا ينبغي أن يعدل عنه والقرطبي الآخر الذي كان له أيضاً رأي وإن لم يصرح به لكن كان له منزع إلى مخالفة الجمهور في هذه المسألة هو ابن رشد في بداية المكتهد ونهاية المقتصد فإنه بنى الخلافة في هذه المسألة على النظر في أن ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها هل هو زائد على ما جاء من تأصيل البيان في هذه المسألة في هذه الآية الكريمة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة فيعتبر حكماً مستقلاً جاءت به السنة أو أن الآية والحديث أي حديث يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة إنما هما تأصيل لبيان الحكم في هذه المسألة والزيادة بعد ذلك تعتبر ناسخة لأن الزيادة التي تغير الحكم تؤد ناسخة له ومعنى هذا أن الزيادة على على ما ورد في القرآن الكريم لا تثبت بالروايات الأحالية فلذلك يبعد الأخذ بمثل هذه الروايات وأشار إلى ذلك بقوله ويسعد رد الأصول المنتشرة للتحصيل والبيان بالروايات النادرة ثم نظر هذه المسألة لمسألة فاطمة بن تقيس التي قال عمر رضي الله تعالى عنها في روايتها لا نتكو قول الله تعالى لقول امرأة لا نتكو كتاب الله لقول امرأة فجعل هذه المسألة كتلك ثم أشار إلى تضعيف رواية العائشة بأن رأيها مخالف لهذه الرواية مع أنها هي الراوية وإذا جينا نحن إلى هذه المسألة أيضا من حيث الاعتبارات التي ذكرها ابن رشد نرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو القول الذي يجب أن لا يؤدل عنه بل هو القول الذي أخذ بحجزة الأدلة الصحيحة فلا مساغى للأدول أما ذهبوا إليه ذلك لأن اعتبار الزيادة على الحكم نسخاً لذلك الحكم أمر لم يقم عليه دليل من الأصول من كلام من تأصيل الأصوليين بل ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الزيادة على الحكم لا تعد نسخاً لذلك الحكم بما أن هذه الزيادة زيادة مستقلة لا تؤثر تغييراً في المزيد عليه فلا تعد نسخاً له وإنما روي عن أبي الحسين أن زيادة صلاة سادسة نسخ للصلوات الخمس لما يترتب على ذلك من عدم وجود صلاة وسطى فيما بين الصلوات الست فقد نص على أن في الصلوات وهي خمس إثنتان واثنتان بينهما واحدة فهي الصلاة وسطى وإن زادت سادسة لم تكن هناك صلاة وسطى قد تعقب ذلك بأن هذا يترتب عليه في كل زيادة لأنها تصير الأخيرة غير أخير على أن وجود وسطى في الصلوات الخمس إنما هو أمر واقعي وليس حكماً شرعياً والنسخ إنما هو رفع لحكم شرعي وليس رفعاً لأمر واقعي بسبب هذا يتبين أن التأصيل الذي ذكره ابن رشد لا يسوّب العدول عن رأي الجمهور في هذه المسألة ثم من ناحية الأخرى ما ذكره من أن رواية عائشة رأيها يخالفها أيضاً لا يعول على رأي الصحابي المخالف لروايته الأصل الأخذ بما روى لا بما رأى لأن الرأي يحتمل أن يكون ناتياً عن نسيانه لتلك الرواية وقوله بأنه يصعب رد الأصول المنتشرة للبيان من أجل الرواية من أجل الروايات النادرة هذه الرواية ليست نادرة كما ذكرت هذه الرواية معززة بروايات أخرى إذ لو قيل بالندرة للزم أيضاً أن يرد حتى حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ويؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع فتبين بهذا أن مذهب الجمهور والذي أطبق عليه الخلف حتى قيل بأنه الإجماعاً أقد عليه هو الذي يجب أن لا يؤدل عنه وإذا ثبت بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهل معنى ذلك أن جزئيات المسائل التي ترجع إلى هذه القاعلة تندري جميعاً في هذه القاعلة أو أن هناك من الجزئيات ما يمكن استثناء ذهب جماعة من العلماء إلى الاستثناء وهذا هو الذي عليه الأكثر وقلة منهم قالوا لا داعي إلى الاستثناء لأن تلك الجزئيات المستثناء رؤية الحرم فيها من قبل النسب لسبب لا يوجد في الرضاع فلما كانت الحرمة نيطت في العلاقات النسبية بأمر لا يوجد في الرضاع لم يكن داعي إلى الاستثناء إذ لا تدخل أصلاً في هذه القاعلة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد اشتهر استثناء مسألتين وهم أخت الابن من الرضاع لا تحرم بينما الأخت أخت الابن من النسب هي حرام لأنها إما أن تكون ابنة وإما أن تكون ربيبة فلعدم موجود السبب الذي يفضي إلى التحريم في النسب في الرضاع كانت الحرمة مندرئة ولذلك قال من قال لأنه لا داعي إلى الاستثناء والمسألة الثانية هي أم الأخ فأم الأخ من النسب إما أن تكون أماً حليلة أب وبكلاً لأعتبارين هي حرام بينما أم الأخ من الرضاع هي أجنبية وقد شاء استثناء هاتين الصورتين وممن ذكرهم الزبخ شري وأبو حيان ولكن مما يعجب أن قطب الأئمة رحمه الله في تيسير التفسير حكى عن الشافعي أنه قال بعدم الاستثناء وبالحرمة ذكر إحدى الصورتين فقال فيها ذلك ثم ذكر الصورة الثانية وفيها القولان وكذلك أشار إلى الاستثناء في الهيميان بأبارة الزعم وقال بأن الزمخشري قال كالمتبرئ من ذلك وقال مع أن القطب بنفسه في شرح الليل حكى كلام الحافظ بن حجر الذي يدل على أن هاتين الصورتين ليست محرمتين من قبل الرضاع و إذا جئنا إلى كتب الشافعية فإننا نجد أن علم الاستثناء فيها إنما هو مبني على ما ذكرناه من أن الحرمة في النسب إنما كانت لألة هذه الألة لا توجد في الرضاع ومن أجل هذا وجدنا من يستثني أكثر من هاتين الصورتين فقد استثنيت صور متعددة وفرعت منها فروع متعددة فمن جملة الصور المستثناء من جملة الصور المستثناء أم الخال لأن الأم الخال من النسب إما أن تكون جدة وإما أن تكون حليلة جد وهي لا تحل ولكنها من الرضاع هي أجنبية كذلك أم الأم إما أن تكون جدة وإما أن تكون حليلة جد كذلك أم الحفيد أم الحفيد من النسب إما أن تكون ابنة وإما أن تكون حليلة ابن وعلى كل الحامرين هي حرام ولكنها من الرضاع هي أجنبية وهناك صور متعددة أمت عمّة الإبن من النسب هي أخت ولكن عمّة الإبن من الرضاع هي أجنبية وإلى غيرها من الصور صور متعددة بل أنهى ابن نجيم في البحر الرائق هذه الصور المستثناء إلى إحدى وثمانين صورة ومع هذا لم يستوعبها جميعا ولذلك استدركت عليه في بعض الأجيبة بعض الصور ورأيت أن هذه الصور من الصعب أن تحصى بعدد معلوم فلذلك ينبغي أن يكون هناك الضابط ترجع إليه وهي أنه يستثنى من عموم هذه القاعدة إن قلنا بالاستثناء ما كانت حرمته في النسب لألة لا توجد هذه الألة في الرضاع وتدخل جميع هذه الصور في ذلك هذا وقد حصل لبس أيضا في كلام الإمام السالمي رحمه الله تعالى عندما سؤل هل يستثنى شيء من أموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقال في الجواب بأن من العلماء من استثنى صورتين وهناك من لم يرى داعياً للاستثناء لأن هاتين الصورتين أيضاً حتى من قبل النسب ليستا داخلتين في أموم القاعدة والأدور ليس كذلك ولكن من شأ ذلك أنه كان غير مستحضر للصورتين كما قال بنفسه لأنه لم يكن إباناً الجواب مستحضراً للصورتين المستثناتين وشاع كما ذكرنا استثناء هاتين الصورتين وقال نظم في هاتين الصورتين أو في استثنائهما أحد شيخنا وهو الشيخ العلامة إبراهيد سعيد العبري أبياتاً قال فيها واستثن من حكم الرضاع كالنسب أم أخٍ وأخت ابن ذي حسب أم أخيه أمه في النسب أولى فإنها حليلة الأبي وأخت ابنه فإما ابنته بنفسه أو أنها ربيبته من ثم تحرمان بالإجماع من جهة الأنساب للرضاع وعلى أي حال القاعدة وهي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم نسب تنطبق على جزئيات المسائل وإنما مناط الحكم قد يكون في النسب لأمر لا يوجد في نظائره من قبل الرضاع فلذلك إما أن يقال بالاستثناء فيما لم توجد فيه الألة المحرمة وإما أن يقال بعدم الداعي إلى الاستثناء رأساً كما ذهب إلى هذا فريق من العلماء مراعاة لماذا ذكر لأن أخت الإبن مثلاً ما حرمت من قبل النسب لكونها أخت إبن وإنما حرمت من قبل النسب لأنها بنت أو لأنها ربيبة أم الأخ ما حرمت من قبل النسب لكونها أم الأخ وإنما حرمت لكونها أماً أو لكونها حليلة أم كذلك إذا جنا إلى أم الخال وإلى أم العم وإلى أخت الحفيد وإلى أم الحفيد يبيع هذه الصور إنما مناط الحكم فيها في النسب ليس موجوداً في الرضاع هذا والأمة تكاد تكون مطمقة على أن هذه العلاقة المحرمة أيضاً مراعاة في جانب الصهر فيحرم من قبل الرضاع بالصهر ما يحرم من قبل النسب ومعنى هذا أن زوجة الأب من الرضاع هي حرام وزوجة الأب من الرضاع هي أيضاً حرام كما لا تحل زوجة الأب من النسب ولا تحل زوجة الأب من النسب وكذلك يحرم أن يجمع ما بين الأختين من الرضاع كما يحرم أن يجمع ما بين الأختين من النسب ويحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من قبل الرضاع كما يحرم ذلك من قبل النسب وهذا هو الذي أطبق عليه الدهور وإنما شد في هذا النتيمية فكلامه يرشح منه أنه يرى خلاف ذلك وتلميذه ابن القيم يؤيده ومرة يبدي في كلامه توقفا ولكن الجمهور أو الأمة مطبقة على هذا معنى ابن تيمية واستدلالاته تدور حول أن الحليث لم يذكر الصهر ما قال يحرم من النسب ما يحرم من الصهر وإنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر وإنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا يعني عدم دخول المحرمات من قبل المصحرب بطريق الرضاع كما يكون ذلك بطريق النسب وعلى أي حال نحن نرى أن مثل هذه الصور فيها جانبا جانب صهر وجانب نسب جانب صهر وجانب نسب فنفس لب من الرضاع هو ملحق بلب من النسب فولما كانت زوجة حليلة لب من النسب من النسب ذات حل كذلك من الرضاع لا يقال بأنه يخرج حكم ذلك من حكم حليلة لب من النسب لأن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لأن قوله من أصلابكم إنما هو تقييد لألا يدخل فيه الأبناء الذين تبنوا بما كان عليه نظام أهل اليهلية وما كان عليه أيضا النظام في صدر الإسلام قبل أن يحرم التبني في الإسلام ولا يعني هذا التقييد إخراج الإبن من الرضاع فإن حليلته أيضا تحرم وكذلك بالنسبة إلى امرأة الأب وهكذا الجمع بين الأختين على أن الله سبحانه وتعالى قاله أن تجمعوا بين الأختين ولم يقيد ذلك بكون هذه الأخوة من قبل النسب أو من قبل الرضاع مع ما جاء من الإشارة في القرآن الكريم إلى أنه يحرم من قبل الرضاع ما يحرم من قبل النسب ونص الحديث الشريف على ذلك فعل ذلك قلنا بأنه لا يحذ لأحد أن يقدم على تزوج من تحرم عليه بسبب علاقة الصهر النسبي كما يحرم ذلك بسبب الصهر الذي يكون من طريق الرضاع ومثل ذلك أم الزوجة من الرضاع فإن أم الزوجة من الرضاع تحرم على زوج بنتها من الرضاع كما تحرم عليه أمها من النسب لا فرق في ذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا ما يدخل لأن كل هذه المسائل فيها مراعاة لجانبين جانب نسبي وجانب صهري فلذلك علاقة الرضاع تحرم كما تحرم علاقة النسب ونقتصر الآن على هذا القدر سائلين الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب والسداد وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والصواب ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما لم نعلم وأن يفهمنا ما لم نفهم وأن يهدينا إلى الطريق الأقوى اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل كفر والكافرين واخطع الله مدابر أعداء الدين واستعصد شافتهم أجمعين اللهم شتت شمدهم ومزق يمأهم وفل حدهم وأقل عدهم وارد كيدهم في نفورهم وعذنا والجميع المسلمين من شرورهم وانق آثارهم وأورثنا أرضهم وديارهم واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم يا رب العالمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيِّدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا